موسيقى وينضم إلينا من القاهرة الصحفي الهولندي أدوارد كوزا أدوارد كنت موجود في معبر رفح على الجانب المصري من معبر رفح يوم الخميس كيف كان الوضع هناك وماذا رأيت على حدود غزة؟ أنا رحت للمعبر رفح من كاهرة يوم الخميس رحت هناك مع مركز الصحفي من كاهرة مع جروب صحفيين وعن المعبر أنا شفت حوالي 500 شهنات في تبور ودائما معبر أنا كلمت كذا سواء هناك وهما مستمين هناك طريبا 7 أو 8 أيام عن المعبر لماذا هذا التأخير والوقوف لمدة 7 أيام؟ شو المشكلة؟ فيه معبر رفح بين غزة ومصر الأربيات يدخل هناك لكن بعدين يجب أن نذهب إلى المعبر بين إسرائيل ومصر لتفتيج لكن هذا 40 كيلو من المعبر رفح وشحنات يدخل بعدين يجب أن نذهب إلى 40 كيلو لمعبر إسرائيل ومصر وبينها يرجع رفح وبعدين يدخل غزة كويس ويوزو المساعدات يعني أول شيء كل شاحنة لازم تروح على الطرف الإسرائيلي كرمال التفتيش وبعدين يرجعوا ويدخلوا على الجانب الفلسطيني بعدين يرجع المعبر رفح وبعدين يدخل غزة حقيقة وبالنسبة لحركة الخروج من غزة يعني الناس اللي عم تدخل هل هناك أيضا سيطرة إسرائيلية أم أنه الناس بتخرج من الجانب الفلسطيني مباشرة إلى مصر أم أنك مباشرة إلى مصر فلسطيني يجب أن يرجع من غزة ويوجدون جانب الفلسطيني يجب ذلك كل شاحنة من غزة إلى مصر ويوجد أيضا في إسرائيل إسرائيل في إسرائيل ويوجد حيث يمكنني أن يجب مباشرة على طرف الإسرائيل لكن هذا أم أنك مباشرة إلى مصر وعشان ممكن اقول تاني عشان الزخمة جوة السعوائيين قالوا لي بعد ما يدخل المعبر هياخد يومين وثلاثة يوم قبل يوزع المساعدات سو التفتيش ده بياخد يومين وثلاثة عيام عشان زخمة اوية هناك دلوقتي سو هي دير مشكلة عشان المساعدات مش بيمش بالصورة كده ايوه ايوه وهل هناك يعني خلال التفتيش هل هناك بعض المواد او بعض الاشياء اللي الاسرائيليين بيقولوا لأ ممنوع تدخل الى القطاع او فيه كمان شاحنات لازم يرجع عشان الاسرائيليين بيشوف هاجا وما مش مبسوط بي وفي مشكلة الشاحنات لازم ترجع واحد سواء قال لي مرة جاي هو راح هناك وكان عنده سكينة سوهيارة عشان المطبخ يعني عشان تطبخ ده كان مشكلة اوه فيه هاجات سوهيارة زال كده في المعبر باسرائيل وعندهم مشكلة مع هاجات سوهيرين كده وبعريم ممكن يقول ممكن ياخد الاجات وممكن يرجع الشاحان حكينا اكتر كمان عن الجو يعني كيف يحاول المصريون مساعدة الفلسطينيين الخارجين من قطاع غزة موازم الشاحنات من مصر نفسها طبعا فيه مصارة من كذا دولة بس موازم الشاحنات من مصر نفسها من كذا موزاما وكده من الحكومة بس كمان من 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 تشارتيجياني وهم يدخلوا مساعدات لفلسطينيين ويقول الفلسطينيين إخواتنا وإحنا عايزين نساعدهم وإحنا مش عارفين نعمل هكذا كتير بس في هكا واحدة ممكن نعملوا حدينهم مساعدات هم عايزين يدخل هم عايزين يجيب مساعدات وعايزين يجيبوا مساعدات أكتر هناك سؤال طبعا بعض الدول تطرح أنه على مصر أن تفتح معبر رفح حتى يتمكن سكان غزة بكل أمان من الانتقال من غزة إلى صحراء صيناء لكن بعض الدول الأخرى بتقول أنه هذه فكرة سيئة للغاية لأن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة ما هو موقف المصريين من هذه المسألة؟ لأنه في تسمح للفلسطينيين Abeزة ما هو مقرات أ���حاد ليدنويز مقراتAR اليسرين لمamo 생각 أحد لو أدzin الشبات إلى غزة في ألبانييز يدخل ايضب على غزة واحد في ألبانيز لمamo Simpson الحمد التمكن في قراتك إلى غزة في STAR حال للدولة الفلسطينية في الفلسطين هذا السبب الرئيسي يقول لا مش عايزين كده عشان هما خايفين لو المعبر مرطوه تماما بعدين الفلسطيني لازم نمشي من غازة واشغيل عايقوتهم وبعدين مش عارفين يرجع غازة وبعدين مفيش حال للدولة الفلسطينية كيف كانت رحلتك أدورد إلى معبر رفضح من القاهرة هل الطريق آمن وحدثنا أكثر عن هذه الرحلة الرحلة كان تماما من قاهرة لعريش اللي اسمت شمال سيناء سبع ساعات وبعد الرحلة لازم في خمسين كيلو لمعبر رفض الرحلة كان تماما بس في كذا هاشز بتاع الشرطة بعد الجيش في واحد قبل كنات سويس في واحد قبل ريش واحد بعد ريش عشان كان هناك مشكلة على الرحابيين في شمال سيناء عشان كان هناك شرطة وفي جيش كتير في طريق بسا الطريق كان ماشي كويس وكان نعمل ولماذا أخذتكم يعني لماذا تمت الموافقة على أخذكم إلى المعبر بسيش كتير من أخذتكم أخذتكم احنا بنتشوف كل شهنات مقودين هنا وهم عايزين احنا عارف المدوء ايزاي على الحدود الرافة كذا بس بس هم مش عايزين تحفين بيروخوا لنفسهم عشان المدوء في شمالسينا كنساب سوية في جيش كتير في شرطة كتير عشان كانوا بفضل عمل غهلا مع المركز الصحفي عشان من غير تصريح من غير تصريح بتاع العم بتاع الجيش مش هينفع يدخل شمالسينا بسبب خطور يعني تواجد لداعش بالمنطقة كان في مشكلة مع الاربراهين ما داعش كبير قوي في شمالسينا السنين اللي فات بس هلاكلمت كذا الناس من شمالسينا بتريمان شكلوا المدوء تريمان خلصت وفضل عشان من غير تصريح بسرعة أعشان من غير مدوء بسرعة أحد وفضل عشان من غير تصريح بس بادين تريمان خلصت وفي شمالسينا من سنة دلواتي شمارسين شكله أمان يعني أنا كلمت كذا الناس هم مش خايفين من الإراميين دلواتي والصوحيين الشهنات كمان مش خايفين من المدوات داع الناس في أريش كمان كان شكله هاريت طريبا من سنة في الأخر وجوكا من سنة طريبا شكرا لك أدوارد على هذه المدخلة اشتركوا في القناة